وخلال جلسة حول الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص أكد رئيس الوزراء أهمية وجود آلية تمويل تمكن الأسر المتوسطة من الحصول على وحدات بنظام سداد مطول كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملف تصدير العقار مشيران إلى أنه على الرغم من أن الدولة لديها حجم كبير من العقارات على مستوى عال ومتطور إلى أنه لم يتم الترويج لها لتكون مصدرا للعملة الأجنبية أضف مدبولي أن الدولة على أتمي الاستعداد لاتخاذ كافة القرارات التنظيمية التي تعمل على تيسير تملك الأجانب للوحدات وربطها بإقامات مدتها طويلة